يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم المكتبة السمعية لمجموعة من كتب أهل العلم ومع الكتاب الثاني القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى القاعدة العاشرة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف قال الإمام بن قيم الجوزية رحمه الله إن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى انتهى من كتاب بدائع الفوائد ومعنى هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى أعلام على ذات الله تعالى فعندما نقول العزيز فنريد به الله سبحانه وتعالى فالعزيز علم على الله ونثبت له صفة العزة فليس اسما مجردا ومثال ذلك لو ناديت شخصا باسمه أو كنيته أو لقبه أو نسبته إلى أبيه دون اسمه فكلها أعلام لوصف واحد وكان الخطيب البغدادي رحمه الله يكثر من هذا في شيوخه قال الله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فإذا قلت يا رحمن فهو الله يا عزيز فهو الله وهكذا فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام فهي مترادفة لدلالتها على ذات الله وأوصاف لدلالتها على معاني متعددة مختلفة فكل اسم منها يدل على معنى خاص مشتق منه وأسماء الله تعالى كاملة في علميتها ووصفيتها